هذا ويحرس سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على بذل أرقى الجهود وتبني أسمى المبادرات الداعمة للحركة الرياضية في البحرين بمختلف أمشطتها وأنواعها الدعم الذي يقدمه سموه يأتي من إيمانه العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في دفع عجلة التقدم باعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية البحرين عشرين ثلاثين إنما يبذله سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من جهود مستمرة تستهدف رفعة الحركة الرياضية في البحرين ودعم المنظومة الرياضية المتكاملة بأنشطتها وأنواعها كافة يأتي من باب إيمان سموه على الدور الفاعل الذي تلعبه الأندية الوطنية في دفع عجلة التقدم وتأكيد سموه على أن الرياضة تعتبر واحدة من أهم المحركات الأساسية في المجتمع البحريني ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية البحرين عشرين ثلاثين مساع حثيثة ومبادرات رياضية بالجملة يتبنى إطلاقها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والتي تتنوع بصورها من مساعدات ودعم مباشر لمختلف مؤسسات الأنشطة الرياضية في المملكة ومشاريع رياضية عصرية يسعى سموه إلى تذليل الإمكانات اللوجستية المتنوعة وبالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية من أجل أن تصبح قائمة بكيانها العصري الشامل وبما يصب في خانة تقدم المسيرة الرياضية والارتقاء بمخرجاتها والنهوض بعمل الكوادر الإدارية والفنية للأندية وتطوير مستوى منتسبيها بما يسهم في دفعها لمزيد من العطاء وبلوغ أفضل المستويات لتحقيق مستقبل أكثر توخجا للرياضة البحرينية وتصطير مزيد من النجاحات والإنجازات على الأسعدة المحلية والإقليمية والدولية لقاءات مستمرة يحرص على القيام بها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع الوزارات الخدمية والمعنية بتنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة والبرامج الوطنية التي تستهدف تحديث الأندية وتدعيم ركائز الجهات الرياضية لتلبية احتياجاتها لتكون الرياضة البحرينية متوافقة مع التطورات العالمية وتلبي مستوى طموحات وقدرات الشباب البحريني الرياضية بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إشراف حكومي يحابب معالم الرؤية التطويرية للنهوض بالرياضة البحرينية فالمشاريع التي تمضي الهيئة العامة للرياضة على إنفاذها بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على وجه التحديد تحظى بمتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال إدراجه واعتماد سموه للمشاريع التنموية الرياضية ضمن برنامجه للحكومة للارتقاء بالبنية التحتية لهذا القطاع بالشكل الذي يقود نحو تهيئة الأجواء المناسبة لرفع مستوى الألعاب الرياضية وكفاءة الرياضيين من جانب وفي جعل المملكة وجهة مثالية لاحتضان الفعاليات والمحافل الرياضية العالمية من جانب آخر لتلفزيون البحرين محمد رشادات